تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتباعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط 443 قضية تمونية بمضبوطات بلغت 130 طن وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 33 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فتم ضبط 97 طن أما في مجال قضايا المخابس فتم ضبط 702 من القضايا من بينها 123 قضية خبز ناقص الوزن و144 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 8 قضايا بمضبوطات وصلت إلى 51 طن